دي أول مرة رئيس مصري يقول كلام بهذه الصراحة عن الدولة المصرية وأنا في تقديري المتواضع أنه كلام دقيق للغاية وأنه ده لب المشكلة في مصر في فترة يعني مصر دلوقتي شبه دولة فعلا؟ مصر طبعا شبه دولة ولو لم تكن شبه دولة ما كانش حصل 2011 يعني الثورة في النهاية يعني ممكن تبصيلها نظرة رومانسية ولكن الثورة في النهاية هي أكبر مؤشر على فشل النظام القائم ما ليه كان بيتقلنا مصر من الدنيا هتبقى دلد دنيا؟ ده موضوع تاني من نفس المصدر والنقيم أنا مش هدفي أن أنا أقيم مدى اتصاق كلام الرئيس السيسي أنا النقطة اللي عايز أقف عندها أنه لما رئيس الدولة يقول أنه دي شبه دولة أنا محتاج أنا كمواطن وحتى كسياسي وكناشط وأن أنا أفكر هو معنى الكلام ده إيه؟ والديني دي أبس أقول لك أنا شايف الكلام ده معنى إيه؟ أنه لأ الدولة نفسها مؤسساتها مش شغالة بالقدر اللي المفروض أنها تشتغل به مؤسساتها بمعنى الواسع يعني مؤسساتها السياسية النظام السياسي لو كان شغال النظام السياسي ما كانتش الناس تعبر كانتش الناس تنزل الشارع كانت تعبرت عن مصالحها ودفعت برؤاها وحققت أهدافها من خلال نظام سياسي زي أي بلد تانية نظامها شغال طنوات الأحزاب جماعيات أهلية لو الاقتصاد بالزبط لو الاقتصاد شغال ما كانش يبقى دا الحال لو مؤسساتك شغال لو مؤسساتك الخدمية التعليمية والصحية وخلافه شغالة والرأي كل ده لو مؤسساتك الأمنية شغالة ما كانش يبقى عندك هذا الكمم التعذيب والخرقات والإلى آخره